واحد من أهم المميزات اللي اشتغل عليها منتخب مصر معروف فيتوريا في المقراءات المضايا القراءات السابتة تحديدة للهجومين طيب احنا جايبين كده شوية حاجات تعجبك يا كريم إن شاء الله طبعا من أهم المميزات اللي موجودة مع منتخب مصر معروف فيتوريا أو دلوقتي عموما الكهور السابتة والطرق التمفيذ الكهور السابتة بطرق كتيرة جدا ومختلفة كتيرة جدا الميزة أن انت عندك ثلاثة مميزين جدا في علعاب الهول سواء إذا كان علي جبر أو إذا كان حمدي فتحي أو إذا كان مصطفى محمد لما نيجي دلوقتي نستعرض الأول بالصور أنا جايب لك فقط ثلاثة كور ثلاثة رقلات ركنية لمنتخب مصر أقول لك الشكل بلعب بمنتخب مصر دي واحدة من إحدى الكرات اللي دايما منتخب مصر بلعب بها لما نيجي نبص انت طبعا الفريل الأزرق هو الفريل اللي بيهاجم والفريل الأحمر هو الفريل اللي بيدافع إحنا اللي أزرق إحنا اللي أزرق بلوك للراجل اللي واقف اللي هو الأحمر علشان خاطر يتحرك في المساحة اللعيبة للأزرق القصة دي بتبقى دايما فيه نوعين من الدفاع يدفع زون يدفع منطقة يقول لك فيه دفاع منتومان فدايما كان مثلا معانا اللقطة بتاعت منتخب الجزار كان منتخب زنبيا كان بيلعب زون فهي قصة كلها يا كريم ان انت محتاج ان انت فيه جاب بيبقى موجود ما بين اللعيبة انت محتاج انك توقف واحد يعمل بلوك يعيق المدفعين ان هما يطلع في الكورة وواح يتحرك في المساحة الفاضية فهنا بص على الصورة دي علشان نركز فيها كويس قوي السهم الصغير ده الراجل هيجي يعمل بلوك للراجل ده في المنطقة دي علشان خاطر يخش في وسط الملعب اللعيب هتو بقى الحلق الحلق بعدها على طول هنا دي بنراحة بقى واحدة واحدة ونرجع تاني من الأول خالص ماشي بص يا كريم حتى من الأول خالص وياه بتتلعب الأوب هنا بص بقى على محمد النني وعاوزك تبص على محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ونشوف الكورة أول ما تتلعب ومصطفى محمد نكمل الكورة هنا مصطفى محمد طلع بنفس الكورة ما ييجي بقى الكادر اللي بعده هواريك دي القصة اللي بيلعب بها منتخب مصر ان هما بيجوا من ورا النني هيفضل يعمل بلوك للعيبة بتاعت منتخب زنبي عشان المساحة تتخلق بص بص محمد النني هو ما اشتركش خطة تلاتة معا كل اللي عمله ان هو وقف ما تيجي بقى في زوال عكسية بص بقى بالراحة هنا بص بقى محمد نني بيعمل ايه هو مش هيطلع في الكورة ولا هيطلع يلتحم هو قصة كلها ان هو بيمنع الاتنين دولهم يطلع اخدوا الكورة عشان مصطفى محمد اللي جاي من ورا ياخدوا الكورة المساحة الفاضية طب نشوف كورة تانية نشوف كورة تانية من الاشكال اللي موجودة دايما مع منتخب مصر الجديدة ان انا مش هلعب من مرة واحدة ان انا هنزل واحد يستلم عشان فاطogan المساحة هنا دلوقتي نفس الكلام برضه كريم الازرق هيه هو مف zeit منتخب مصر هنا اللي هيلعب الكورنر مفرود هيسلم الكورة للرجل الثاني اول ما يتسلم كورة راجل تانية هيدغط عليه المدافع الاحمر اللي جاي بالسهم هيطلع الكورة التانية للراجل اللي برا منطقة الجزاء اللي هو ديفندر الواقف اللي لعب الكورنر هيخش على فين هيخش على منطقة الجزاء عشان ياخده الكورة وبالتالي مفرود يلعب الكرة. الكرة دي نشوف بقى اتعملت ازاي مع منتخب مصر في مبارات آآ زنبيا. اول ما نشوف الحالة هنا تريزيجي لعب الباص محمد صلاح. واحدة واحدة معلش. واحدة واحدة. تاني نرجع وصلاح بيباصي. واحدة واحدة معلش. هنا تريزيجي اللي كان بيلعب الكرة لعب الكرة محمد صلاح. مين ضغط على محمد صلاح والرجل التاني. لعب الكرة لديفندر اللي برا لو مفروض احمد فتوح. بص بقى بالراحة. تريزيجي راح فين? راح في المساحة الفاضية. كرة مفروض تتلعب له. بس الراجل افل زوج التمرير صاحب. اما هلعب لمحمد صلاح تاني. اما محمد صلاح هيرجع تاني لطارق حامد. بص بقى لما طارق حامد اخد الكرة. الراجل بتعزن بايسيب مكانه. ساب تريزيجيه. ومحمد صلاح. مفروض الكرة تتلقى بينها. ولكن طارق حامد اختار حل التزديد لان الكرة النماطية بتاعتها مشتغلتش. فده شكل تاني من منتخب مصر. تجيجي راح الشكل الاخير. ونتفرج عليها يا كريم. والممط التالت اللي بيحاول منتخب مصر. ده كان في مباراة منتخب مصر والجزائر. هنا فيه الطريقة بتاعت القطر او اللي ما بيسموا عليها دي. ان التلاتة دايما. تلاتة اواربعة لعيبة من منتخب مصر بيوقفين. ولما الكرة تتلعب كل واحد بيروح في حتة. الدفاع ده بيبقى زون مانتو مان. لما تيجي تلعب مانتو بيبقى ترك فيه زون وفيه مانتو مان. المانتو مان مشكلتها الوحيدة ان انت لو ماسك لعيب وانت مش عارف هو هيجري على فين وضعك الجاسة دي. لما الكرة تتلعب مش تلحق تلمي نفسك. لان هو اخذ القرار من الاول. يعني انت بتيجي تبص هنا على التلاتة الزر هتلاقي واحد هيطع على قريبة واحد هيطع على البعيدة واللي على الشمال خالص هروح هيطع في النص نشوف بقى الكرة اللي بعدها ونشوف اللي حصل بس بالراحة برضو واحدة واحدة عشان الكادر جاي يا دوبك. هنا برضو نفس الكلام. هنا كان مفروض حمدي فتحي بقى تبص الاتنين سحب والاتنين بتوع منتخب مصر سحب والاتنين بتوع الجزائر. وام رايح حمدي فتحي داخل مع الحارس بس طبعا الكرة دي تعمل تفاول. فهنا نفس الكرة دي التلاتة بيبقوا مسكين بعض. واحد حرك على القريبة واحد حرك على البعيدة واحد حرك في النص عشان كي اقول لك منتخب مصر بيستغل القوة الكبيرة جدا جدا اللي موجودة عنده في التلاتة اللي مميزين جدا في العابة يا وسكاة علي جابرة ومصطفى محمد او حمدي فتحي وطرق مختلفة ومصر عندها اكتر من ستة او سبع اشكال هيظهروا اكيد في المباراتين الجايين ونيجي نتكلم عليهم تاني ان شاء الله انا جبتلك بس تلات اشكال كده بتوديك ان مصر من اقوى الفرق اللي افريقيا اللي بتلعب كورسا عظم يا محمد حبيبا